السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم داكاترة وأخيرا الحمد الله وصلنا لآخر جزئية في عمل البرسيتولجي اللي هي الارثروبوتز الارثروبوتز طبعا فيه جانب كويس وفيه جانب مش كويس فاخريني نبدأ في الجانب كويس أن ريتوا الأسئلة النظري اللي موجودين في البرسيت اللي فاتوا كل ما هذا وكل ما مش موجودين في الارثروبوتز يعني كيف؟ يعني هيجبو لكم البرسيت هيقلو لكم السؤال الأول طبعا ايدنتفاي البرسيت تكتب اسمي متاعها طبعا هي عادزة عندها زوز أسامي عندها scientific name و common name لكن مش ديمة فقامت عندها زوز أسامي لازم تكتبهم الزوز scientific و common لو عندها اسم واحد بس خلاص تكتب الواحد بس بعدين تكتب الستيج متاعها لو هي egg larva or adult بعدين لو فيه مثلا لو كانت adult فلازم تكتبو حتى لو هي female or male خلاص هذا السؤال الأول يعني زي هزي اللي فاتوا السؤال الثاني هدوك الأسئلة التنظر كل ما مش موجودات فيه سؤال medical importance فقط يعني السؤال الوحيد اللي ممكن يجيبوه هو what's the medical importance ما فيش diagnostic stage Infective stage, complications, symptoms, treatment, diagnosis هذا كل ما فيش السؤال الوحيد اللي يجيبوه what's the medical importance و الحمدلله كلام الدكتورة مسجل في الفيديو فقدر الله لو جابوا لنا حاجة غريبة في الامتحان نقدر نرونهم تجيه للدكتورة قالت انها مش هجيبوه ولا سؤال خاطة the medical importance وانت تسمي الparasite اوكي سو هادي حاجة كويسة هلبة الحمدلله الحاجة اللي مش كويسة في الارثوربود انهم عددهم هلبة عندنا 19 ارثوربود وبعدين المزارة مصيبة اكتر من هيك ان اساميهم كلها صعبة جدا يعني مش كلها لكن مثلا 80% من اساميهم صعبة وطويلة فلازم تتدربوا على الاسامي كويس كويس لانه امتحان written يعني في هالبطالة بيسهو عن نقطة هادي يحفظوا الparasite وامور تمام ام تيجوا في الامتحان ينسوا الاسم ونينسوا جزء من الاسم والاسم مهم جدا اصلا ارثوربود ما يسألوا الا في الماركام بورتنسوا الاسم فلازم لازم لازم تتدربوا على الاسم كويس لان في اسامي جدا طويلة يعني زي هادي هادي لازم تسميها كلها لوجاتك الحشرة هادي لازم تسميها كلها هادي لازم تسميها كلها فلازم تتدربوا على الاسامي فحنا نبدأ اول حاجة بالانفوليس adult female mosquito خلي نقول لكم قبل ما نبدو ان فيه 2 تابس فيه كلكس وفيه انفوليس فانا اي حاجة حنقولها حيكون فيه مقارنة بينها وبين الكلكس مسكيتو بايه تمام اول حاجة نبدو بالفيمال قولنا شل المورفورجكو خلي نوري لكم هادي المسكيتو المسكيتو عندها حاجة من جنب اسمها maxillary pulp هادي الزوز اسمه maxillary pulp واللي في النصه اسمه probiscus فانت المaxillary pulp وال probiscus يبدأ كلها نفس هادي هي الانفوليس كيف يعني؟ هادي الانفوليس لان الكولكس هاكون المكزيري اقصر هكي يكون مثلا اللي عنده هنا ولا اللي عنده هنا فهم تكون كلها في نفسه طول معناها هادي الانفوليس لو كان شورتر معناها هادي الكلكس مسكيتو هادي اول حاجة فهيكي طول هادي الانفوليس مسكيتو لان لجينا انا من axillary pulp وال probiscus كلها نفسه طول بهتا وانا بنفرق لو هي female او male تمام ال female في زوز تفرقات رقم واحد اننا شوفوا هادو هادو زوزولا هادو الشعر او ال hair يلي في غرولة scanty شو ما معنى scanty يعني؟ يا دوب ما فيش شرجيك هلبة تمام فهادو ال hair هادو كأنه جناوه متع المسكيتو فهادو ال hair انتهى شوية في ال female شوية بوكله هنا يشوف ما يبانوش هنا هنا نفس الشيكي شوية رقم يعني شوف كيف كله هنا ما يبانوش امتنجون شوفوا الم male هتلقى ان ال hair اللي فاسطة very dense ثيكي يعني سميك و dense مركز شوف هادو كلها شوف عندها البشعر حتى انا وبان شوف كيف كلها متراكم كل اللي عند لونة بدأ اسفت قريب كل هكي لاصق في بعضها متراكم نفس الشيكي هنا شوفوا هادو ال hair و نفس الشيكي هنا و نفس الشيكي هنا هادو واضحة فهادو هنفرقوا بين الفيمال و المال نعودو فحنا كيف هنعرفوا ان السلايد هادو هو عبارة عن الافريس مسكيتو همتننلجو المكزيري بالب والبروبسكس كله بنفس الطول كيف هنعرف ان هادو فيمل او male كيف يعني هادو هم المكزيري بالبوبلا في المال لبسات كأنه قوانتي هيكي يبدو شكله ما كأنه قوانتيات فنجو مثلا نشوفوا صورة شوف هادو كأنه لبس قوانتي راتو قوانتي تاكا متاع التطيب متاع الكوشة فهذا المال كأنه لبس قوانتي يعني هو واخد ضر الانتة كلها يعني هو عند الشعر و لبس القوانتيات و الفيمال مسكينة للبس قوانتيات ولا عندها شعر يعني هما مجالبين على بعض الاضوات خلاصك فتوكى مننا من الوفيليز أدل فيمل قلنا ان المورفورجيكو متاعها عندها الانتنى متاعها اللي هم هادو الزوز الانتنات لديها لبس قوانتي يعني سكانتي معناها أو بايلس ليه كلمة بلاتيني بمانا ان الشعر رجيق بكل طبعا المصلاحات هادو مش عفوهم لان احنا مش مطلوب علينا ان نكتبوا المورفورجيكو فانتو احفظوها بالليبية العامية ان هادو شعرها رجيق والتاني شعرها غريض ليس لازم تحفظو بايلوس و سكانتيو ثاني حاجة ان احنا قلنا المكزيري بايلب كانت في نفس المستوى كمانا السؤال الاول يدرنا اكتبنا بعد ما عرفنا نكتب نكتبو فيمل ارنوفيليس مسكيتو لازم نكتبو استيجليا الادلت لازم السؤال الثاني فالمركة الامبورتنز هي نادكتورة حتى ثلاثة طبعا ما يكفي ان انت تكتب واحدة تكتب زواس خلاص ثلاثة لا يحتاجها فمتا ماركة الامبورتنز هي نادكتورة مالاريا هتكتب ثاني حاجة نادكتورة خصيصا بيرسا وكوريريا بانكرافت تختم كفكتور وكوريريا بانكرافتي ويضا تختم كفكتور لفيروس اسمه نيونج نيونج لكن هذه ليس لسم تحفظها فلو سألك شانو ماركة الامبورتنز فمتا ماركة الامبورتنز وكوريريا بانكرافتي فنجو نشوفوا السلايدات هذا السلايد فيما انا فريز مسكيتو زي ما نشوفوا هنا ان الشعر مش هلبة ومش لابس قوانتيات فهذا هي قوية مش واضحة هلبة بس مو مني ما فيها الشعر هلبة لو كان فيها شعر كان حيبان نشوفوا هذا الشعر متاعها هنا حيبان بس هذه ما فيها الشعر نشوفوا هذا الشعر هذا الشعر لكن الشعر الرقيق سنعفو انها المال نشوفوا هذا الشعر ما استفدت منه اولا نشوفوا من رجلين متاعها ان الماكزيري لما هذا الزوز في نفس المستوى البربيسكيس فهذا بيقولنا ان هذي انافليس طول بنلقوهم ثلاثة نبس المستوى حنقوله انافليس بقى في حاجتاني حتتحدد لنا لو هذي فيمال او مال ان هي مش لابسة قوانتيات معناها هذي فيمال ان لو كانت مال هذي حتكون لابسة قوانتيات خلاص طبعا دا كادر شوفوا في الشيط هذا السلايدات اللي حطيتهم كلهم من المعمل يعني انتوا في الشيطات اللي فاتوا استعنت بشوية سلايدات من الشيطات الدكتورا ياللي مصورات او جايبات من النتي عم نعرفش هينو نجي فيهم فانا الوحدات اللي حطيته لكم من المعمل طريتنا اني نكتب بحداهم هذي ولا باش متتلخبتوش لكن في البيدياف هذي الصور اي صورة ترقوها هتكون هي متاع المعمل مش هنحط اي صورة من البيدياف الا امتى يبدأ سكينشوت زي هادا قزي امتى يبدأ سكينشوت زي هادا واضحة انها مصورتهاش من المعمل بس الصور اللي يبدو هيك كلهم مصورينهم المعمل يعني احنا مصورينهم مش واخدينهم متل من النت او الحاجة فهدو مرح يجوكم تمام توقع مننا بالفيمال حناخدو الانافليس اتلت ميل فالمرق الامبورتنس متاع عشيني مردبانكم تكتب المرق الامبورتنس احتوه فيكتر لا الميل مش فيكتر فحتكتب نوع حرفيا لو قالك شين المرق الامبورتنس ستقل نوعه مليش مالك الامبورتنس طبعا تكتبها بالغليزي بتقول اتلت مرق الامبورتنس والمرق الامبورتنس اولا زي زي غيره المكزلوري بالبورتنس كلها في نفس المستوى فهيك نقدر نزبطه ان هذا النفوليس هذا المكزلوري بالبورتنس كلها في نفس المستوى الحاجة الثانية ان الانتنى متاعها قالك انها دانس هير يعني دانس حاجة متراكم وسميكة فعندها البشار خلاص فهذه المواصفات دعونا نشوفها على ميكروسكوبة في الدائرة هذا الهد شوفه كيف هنا The hair is very thick and dense يعني هربه غليد مش خفيف زي الفيمال very thick and dense عكسه هنا شوفك في الريق هنا يغليد هذا البرسات نفس الشي شوفك في الانتنى زينتاعة فاسطها الشعر وايضا هنا المكزلوري بالبورتنس نفس الشي هنا نشوفه نشوفه الشعر هدا نكتل بنيا ميلا انافلي سمسكيتو نمشوا للأج الأج كيف سنعرفوها قالك ان الأج من الانتنى زي القارب لكن ماذا يقارب يعمل على الحاشية؟ ملوي يعني هو قارب بها لكن قارب ملوي فالمرفولوجيك فى تقولك انها بوتشيت انا هذا الاترال فلوت يعني هي زي القارب لكن ميلة على الاترال سايد فهيك مدائرة كأنه قارب ملوي هذا اسمه الاترال فلوت على شرمتها هنجروا الكلكس اج ستجد انها نفسها نفسها بضلط مجرد نام ماشية يعني عادي ماشية مال على الجن فهيك ستكون ماشية مال فهذه الانفريز اج بها هو ربط الارفا فالالارفا قالك انها عبارة عن الانجرد يعني هيك طويلة طلعين منها شعيرات صغار قاعدة موجودة فى المية وموجودة فى مستوى البرلل بمعنى الاسقى فى مدائرة بمعنى 90 ديجريز من حنية ثالثا نقولك انها لا يوجد سيفون الانفريز لا يوجد سيفون السيفون هي حجم موجودة فى الارفا الكوليكس فهذا لماذا فى الانفريز لا يوجد سيفون لكي نفرق بينهم سيفون دعني مريحة لكم فهذا جدوا مدارينة كي يفرقوا بين الانفريز و كي يفرقوا بين الكوليكس فهذه هي طبعا ما كتبش نكتب البيرو هنا هذه هي اللارفا متاع الكوليكس وهذه اللارفا متاع الانفريز فى زى ما انتوا شايفين في اللارفا متاع الكوليكس فى حاجة هنا هادى و المدارين على سهم هذه السيفون كنا حاجة صبع زايد طالع ولا ايد زايدة طالع بس هنا في اللارفا متاع الانفريز ما فيه شي طالع هيك السيفون ماشى بحاله خرص و فيه حتى مقارنة بين الاجس وبين الكوليكس وهذه البوبا سيج اللي احنا مش مقرر على هنا فهنا قالك ان اتهاز نو سيفون شوفك فى هنا هيك تطلع حاجة واحدة خاصة ما فيهش ايد زايدة طالع قالك ان اتهاز نو سيفون فالمرفولوجيكال فى اول عن حاجة تكتبنا هاذى انافريز مسكيتولارفا بعدين هو مش هيسعدك على المورفولوجي لكن انت لو تبقى تفكر بينك و بنفسك ستقول اه الى اللاسقة هيك هى الانفريز و يلي ما فيهاش صيفن طالع هي الانفريز هاة اللي تلاسد تفكرون حاجاتهاد بعدها حناخدى جزئية الكوليكس مسكيتولارفا ما حناخدى هنا عنا الادلت فيمل. ميل. الاجوال. فنبدأ اول حاجة بالادلت فيمل. كيف تعرف أن عندنا ن�از que tenemos أنواع musketos أحد أنوفوليس وأحد كيليكس كيف تعرف .. في الحنان في الأنوفولولctica و Chair Pulp هو propyscus وبالنسبة نقطة نطول لكن في수가نا في الكليكس مثل كل خيار يعني أو أقصاببي أو أطول يعني لا يكون بيئتها في الم puntou wound سنرى أنها ليس بيئتها سنslغم عن اعتمالية تكون الأنوفول smartphone سنقول لك أن قيليكس هادي هي كولكس وبعدين لو هي اكثر او اطور هداك هنفرقو بيه لو هي فيمال او مال طيب نحكي لكم المهم طيب احنا كيف هنعفو ان هي كولكس مسكيتو ان احنا هنلقو البالبس هادو يالي في الجنب اما اطول اما اكثر اما اطول واحد منه مهم مش نفس الطول لان لو كانت نفس الطول معناها النوفلية مسكيتو لو مش نفس الطول whether its shorter or longer معناها its كولكس مسكيتو بخلاص طيب بعد ما حددنا ان هي كيف هنعفو لو هي فيمال او مال فيقاللي ان في الفيمال ال 법س هادو اكثر جاية اكثر منCR اما بالنسبة للمال حيكونه اطول من itís هنجوف هو مال شوفواكية البالبس هنا اطول من بربيسكيس وفي الفيمال العكس الفيمال بotional وبالبس اكثر فحنا كيف هنعفو ان هي كولكس مسكيتو لو كانوا 3 في نفس المستوى انوفلية لو كانوا مش النفس النفس وكل Или كليكس فعا كيف هنعفوية فيمال او مال لو كانوا البالبس اكثر من التبال ماها فيمال لو كانوا أطول ما bliver مال حاجة ثانية قال لك ان الانتناس هادو زي ها زي الانافليز ما عندهمش شعر في الفيميل they have pylos أو scanty hair يعني scanty معناها شعرهم رقيق بكل مفيش فزي ها زي الانافليز يعني الفيميل شعرهم رقيق والميز نفس القصة شعرها very dense زي ها زي الانافليز فحنا الخاصتيات مش هنستخدمها لان زي الانافليز لكن يفرق ان الانافليز ثلاثة مساويات هنه زوز اطول او اكثر فخلاص هادية المنفرجة فانجون نشوفه في السلايدات هذا هو المنفرجين وانجون نصف هذا هو البرπειسكس شوفми عظيفة البربيسكس كيف يوجدها دعول وهذا المنفرجات يزال بحدث فواضحة عندما هنوه بحادث ك 7 حانجون هذا هو البليس كوليكس ي был융ان نفس الشيء هنا وهذه هنده من البليس وهذا المنفرجات مش الاليفية و있는 البربيسكس اناùng كاليحجون قد نشوفنا نزال كبير وهذا أني اصفر مقطع أيضا محتو Unternehmen انتناس كاف شعرهم هنا لا يوجد بكل يعني يا دوب لا يوجد شعر فهذا شيء حددنا أن هذه كوليكس مسكيتو اما بالنسبة لمركال امبورتنس متاع الكوليكس فأهم حاجة هتكتب بنيه فيكتر أو فيكتر أو ويكوروريا بانكروفتي هذي أهم حاجة بعدين لو قالك مثلا تسأل على واحدة تانية هتطفد بنيه فيكتر أو سينبس فيروس هذي ممكن تكون فيكتر أو فيكتر أو فيكتر أو جابانيس بي انسافلايتس المهم انه أهم حاجة فيكتر أو فيليريس هذي أهم حاجة تكتب هذو واحدة منهم تكتبه في حالة انه هو سأل يعني يعني give two medical importance مثلا فحتكتب هذي ومثلا فكتر أو فيكتر أو او أي واحدة ننت حتتفكرها اوه نمشى مثلا للأدلت فهنا طبعا الأدلت مال المتاعات المتاعه زي الأنوفيليس مسكيتو انها لا يوجد أدلت مال لا يوجد أدلت مال نحن قلنا الفيمال هي اللي تنقف المرض فهنا المال لو سألك عمارك وقال لك what's the American importance ستقول انها لا يوجد أدلت مال لأنها لا يوجد أدلت مال فهنا لا يوجد أدلت مال نحن نجد المورفوريات فقلنا انها في المال ستكون العكس سنجد ان البابسي اللي في الجنب أطول من البربيسكيس سنجد انها هلبة 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 أشعر نحن نقف الماركوسكوب سنرى مال او ما هي الحاجابات حطورة وما ترى هذا واضح ان هذه مال كيف سنعرفوا انها كليكس مسكيتا او أنفريس مسكيتا لان فنجد ان ارى انها المجزلوري بلبس وهذا هي اللي في البربيسكيس فالبلب واضح انه اطول من البربيسكيس فهذا هي سمية كليكس وكيف عرفنا انها مال لانا عندها البشعر شوفوا السلاد الثاني شوف سلاد هذا عبارة عن A lot of hair فهذا حددنا انها مال كوليكس مسكيتو لانا معبي شعر نفس الشي هنا هيكي لانا معبي شعر فهي مال بحكيف هنعرف انها اصلا كوليكس مسكيتو لانا قلنا البابس هيكونوا اطول من بروبيسكيس خلاص تمام فهذه الادلت مال نمشي بعضا عننا الكوليكس الكوليكس ايه بتاع الانافلس بالضبط الفرق الوحيد انها ماشي هيكي بالطول زي حبة الروز وهذه ماشي لا ترى شوية زي القارب هيكي قارب و لا ترى شوية على البحر يعني تمشي بس هذي ماشي صريت هيكي زي حبة الروز هما نفسهم نفس الشكل بالضبط خاننا نوريركم باش تتفكروا شوفوا نفسهم يعني طبقة خارجية وفي طبقة هيكي من الداخل إلا أن هذه ماشية من الجانب ما إلى شوية وهذه ماشية ستريت هيك شكلة زي حبة الطرس فيقولون لها أنها مثلا رافت لايك شيب أو إلونجيتد كلسترس هذا كل ما تستطيع فعلوه لأنها تكتبوه فخففوا على راحكم مجرد أن أنتو تضبطوا الشكل آه خلاص هذه الأجم بتاع الكليكس طبعا مدد كمبورتنس نفسها يعني مدد كمبورتنس نفسها يعني مدد كمبورتنس نير فاكتور أو في الاريس خلاص بعدها عندنا الكليكس لارفا الفرق بينها وبين أنفليز لارفا قلنا اول حاجة ان هذه عندها Saifon أو Siphon كيف مسأكلffiti نطقوها مثلا هذه عندها Saifon والأنفليز لارفا ما عندها شنوه السايفون قلنا هي طالع لي تطلع من هناYani تعوى savoir أنفليز ماشي هيك طول خلاص La هنا في الكليكس في حاجة طالعة من هنا هذه هي السائفى هذه اسايفون هذي هي السايفون هذي�держ variety هذه اللي تمييز لارفا بتاع الأنفلل و الكليكس فاحنا نجهوها في الميكروسكوب هذي صورة المعامل هذي يمكن�도 هل رأيت كافيكي طالعين زوز نفس الشي هنا خلاص هادو البوستيريو مايبانوش هادو بس تباني يتبان كاملا نحن سنميزو بالتيل فهذا هو السيفون هادو يطالع هيكي هادو يعني ايه مفروض عادي التيل متاعها هيكي بس في حاجة طرق منه هادو السيفون بحاجة تانية قالك ان الكليكس مسكيتو لارفا أبليك تواهتو ماذا معنى أبليك؟ يعني ما تقعدش هيكي راكد استريت لازم يتدير حركة غريبة لازم تكون أبليك ولا معوجة ولا تميل نفسها يعني ما تقعدش هو أصلا بالكترية عد نشوفها 3D يعني مثلا نشوفها 3D نشوفها 3D نلقوها مثلا هذه مياه نلقوها هي مدايرة هيكي مثلا عكس الأنوفلي زعفة نلقوها راكدة هيكي مفتحة لكن طبعا هذا ما نستطيع شوفها 3D لكن حتى هيكي نشوف ان هي مائلة عكس نشوفه اللارفا متاع الأنوفليز نشوف كيف هادو الراكدة هيكي راكدة مفيش أي ميور هاديكة أبليك هاديكة حتكون مائلة فزي ما نشوفه في سلايد هذا ان هي مائلة معنا هطول هنزبطون هادي اللارفا متاع الكليكس مسكيتو نفس الشيء هنا لان نفزتها السايفون فهادي اللارفا متاع الكليكس مسكيتو اللي هاد طبعا هتو حفظه حفظ لان ما فيشي سرطن كاركتوريستيكس بس هي واضحة يعني هما هكي يجو عاد ان ما حمفرد يجيبوا سلايد هذا لان احنا هنزبطوا من خلال السايفون فرجتنا هيكون سلايد هذا اوكي اللي بعده عندنا دودا اسمها سكرو وارم هادي قصة مش هنشرح لكم مورفوليجي متاعها يعني بش نسهل عليكم ان هي الدودا الوحيدة ليكي موجودة في جار زي هذا فهي سكرو وارم هادي عبارة عن براسيت اسمها كوكليومايا هومينوفاركس البرسيت هادي اللارفا متاعها هادي هي سكرو وارم يعني انا ونحنين ندوش على الاداتور ندو على اللارفا متاع كوكليومايا هومينوفاركس فانتم تحفظ مورفوليجي ولا حاجة هي الوحيدة اللي موجودة في جار هكي وهي اصلا قلنا هي الارفا فوضح على ان هذه عبارة عن شكلها زي الدودا لكن بايبي هيكي دودا مصغرة ما هي اصلا قلنا ان هي الارفا وحنا الارفا قلنا هو stage بين الأج وبين الادلت فهي عبارة عن الادلت لكن حجم مصغر خلاص هادي هي سكرو وارم احفظ ان هي الوحيدة اللي موجودة في جار فطول تنزبط مفيش يعني شم بتقارن او شم بتشوف ما هي الوحيدة اللي موجودة في الجار اما بالنسبةلمات قلنا كانت انتقافية التبني في مرض اسمه معاسيس خلاص فسكرو وارم هي الوحيدة اللي موجودة في الجار هيك شكل عبارة عن دودا زي الدوداء اللي نشوفوهم في الخضرة وفي الصلاطة عبارة عن دودا صغيرة اما بالنسبة لو سأل على اسما ً ستكتبنيкую ف верته So disability اسمكا ديمستيكا وما يسمى بالكومي نامتها الهوس فلايج فنجدون نشوفوا الخارجات طبعا هذه الدبانة اللي لدينا في الحياة اليومية وموجودة في حياشنا هذه الاسم 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 هو مسكا ديماستيكا لكن هي بسيطة الهوس فلايج فالمورفولوليكال فلايج هي ماذا؟ السمسترات اللي فاتوا وكانوا يجيبوا فيها هي الحشرة نفسها يعني صورة من الدبانة نفسها فواضح كان طول تنزبط يعني نشوف فيها يوميا هي الدبانة كحرى وعندها هيك عيون كبار زوازي كلونهم احمر بس دوا نحن نحن احنا في الماكروسكوفة صعبة شوية لكن عادي مازال سهلة نجوفوا في السلايد هذا شن عندها هي هادو هم عيونها هادوك عين وعين فعندها زواز عيون كبار عندنا هذي البربوسيس انتاحة خاص هاد اللي طالح هيك هذا البربوسيس عندها قال لك البربوسيس ريتراكتال يعني بروترودين اوتوارد طالع على برا ثانيا Or 3 شعنوصلنا اقام ثانيا قال لك عندها حاجة اسم السوfang hacen اللي هي هذه هذا اسم pseudo tricky فاشن عندها structures هادو هما العيون متاعها بعدان هنه عندها بايلوب لابلا عندها السودو تريكي هادو هادو ازاي الشباك هاد هيكي اسم السودو تريكي فنفس الشي هنه فمتلا انت جت جيكم هادو الحاجون على الماركسكوب جيكم صور هادي طول انتو هتشوفوا السودو تريكي هادو هادو شباك هادو تقولون هادو دبانة هادو الماستيكا هادو جيتكم صور هادو هادو عبارة عن مجسم من الجزء هذا السوره هذه عبارة عن جزء هذا الذي يطلع من العين فهو تشوفوا فيه انتو هذا هذه عبارة عن العين هيك يمفروض representل هذا المذاوذي من العين والجزء هذا مكسوس يعني مدخلين معي ولا فخلاص هذه قطور انتو حظووا ان هادي هي العين وهذي البربوسوس ازيطلع منها وبعدها طبعا حيطلع الجزء الثاني اللي هو البيلوب لبلا بعدها فيه السوتوتريكيا وبعدها من هنا هيطلع مفروض البلبس اللي هم هنا يبانوا مفروض هاوا هكذا البلبس مفروض يطلع منها لكن في الصورة هذه ماتبانش مفروض من جاهد يطلع منها البلبس فهذه المسكة المسكة الماركة المفريطة متاعها اول حاجة يعني اكتر حاجة دير فيها انها تعتبر ميكانيكو الترانزميشن افتسيس يعني هي تنقر في الامراض ولكن ميكانيكو يعني عكس البيرسات اللي خدناهم قبل انهما بيولوجيكو لانه يدير في ملتبليكيشن لأنها تقوم بمكانك بمكانك كما تضعها فتنقر مثلا اجز أو مكانك أو أي شيء تنقر فيه مكانك إلى آخر فكنات تنشر في العدو هذا هو المهم المهم ثاني حاجة أنه ممكن تسبب من حاجة اسمها اجز يعني تطلع الأجز متاعها الأجز متاعه يتحول للارفا واللارفا هذه تسبب من اجز فمرة هاد علش الدبان ام تقولك يعطل على الماكلة لوحة لأنه مرة تطلع الأجز متاعها والأجز هاد تولي للارفا واللارفا هاد او مسمى ثاني اخر اسمها فالماغت هاد تسبب من اجز لكن المهم هذه المهم لو سأل قال لكم عطوني 2 مهم تسمي الزوز انتو حفظون الزوز في الحالتان انا مرات يسألوا عطيني زوز مهم بس المهم 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 ممكن تسبب من اجز المهم لا يجب تضبطوها مهم ان انتو تشوفو او رحاجة تشوفوها بتلقى عيون كبار هذه هي الهاوسفلاي او ماغا دمسكا رجلت من الصور هاد تشوفو الشباك هاد خلال الصور هاد تقولو هاد ماغا دمسكا هاوسفلاي فعنا هنه الفلاي اللي بعدها ليه في البطم السانفلاي خلي نقولكم انتو ان المورفولوجي اليوم كتبينه كلها مش حيبان في الصورة فحنا هنحفظوها بطريقة تانية لكن خلي نقروا المورفولوجي في الحالتان مع ان مش لازم تحفظوه لانه مش مطلوب علينا المورفولوجي المهم فهي قالك ان في البطم السانفلاي هادي الكاركترز متاع اولا ان هي صغيرة ورقيقة يعني مش تكيكي مش مليانة مش زي الهاوسفلاي هادي مسكا دمسكا متنشوفوها الدبانة بحقيقة مليانة لا هادي رقيقة تبتبا هي وتانية قالك انها خلاص تقعمل ستكا الوينجز متاع هديرو سواء هاز large v-shaped هيك الوينجز متاع مدالين حرف v وقالك تالية انها عندها يعني رجلها طوال هلبة طبعا هدا كلها سنشوفوه لو كانت في البطم السانفلاي قدامنا هي بنفسها لكن لو سيجبوها لنا ميكروسكوب هدا كلها مش حيب عنها وهل يبانوا الوينجز متاعها ان هما v-shaped ما يبانوش هل تبانوا ان هي رقيقة ما تبانوش هل يبانوا ان هي عندها very long legs ما يبانوش فهنا كيف سنحفظوها تمام الحاجة البارزة انت طول او ما تشوف تشوفوا العيون بارزات جدا يعني اكتر حاجة مميزة فيها هي عيونها فهو مثال يعني غبي شوية لكن المهم فاريتم مثلا في المتاحف في مصر مثلا لان هذه في البطم السانفلاي موجودة في مصر وفي دول افريقيا لو تتفكروا في جزئيذ قبل النصفي كيف خلاتكم تتفكروها لانه السانفلاي فيه نوعين في البطمس وفيه لتزوميا في البطمس قلنا هنا موجودة افريقا ولتزوميا هي الموجودة في امريكا فبطمس قلتوك والفراعنة نعفونا موجودة في افريقيا يعني في مصر تحديدا فالمهم نورله للقصة فمثلا اما تتخش للمتحف وتشوف الفراعنة هادو اكتر حاجة طول انه عيونهم تركز فيهم كأننا يفنصول كيك عيونهم ديما مبارزات التمتال متاع الفراعنة اللي يحطوا فيهم في المتاحة فيك يقعدوا عيونهم مفنصات فهدا هنا نفس الشي هدا عيون هيك مفنصات فانتو تتفكروا لان هي في البطمس هذه القصة غبية لك هاتتفكروها في الامتحان توجو كامتا طول تشوفوا العيون البرزات هادو هاتتفكروا الفراعنة فانتو طول تتفكروا فراعنة هاتكتبونها في البطمس طبعا في البطمس هو scientific name والساندفلاي هو common name بتاعها خلاص هيك يتوى ازبطنا كيف نعرفوها وراعنة احنا طول بنشبحو شان حنشوفو حنشوف نهاي عيونها بارزات شان حنتفكروا حنتفكروا الفراعنة حنشوفو كامتا طول حنشوفو كامتا طول حنشوفو الفراعنة حنتفكروا كلمة في البطمس لان ازوز يبدو بالاف فراعنة في البطمس الملكم بويتن سمتاها زي ما اخدانها في الاشمينة يعني هي Vector of the Chmeneces فهدي اشوف نهايه ايضا كان اسمها Old World ولا فهذا علاش هي يعني ربطناها بالفراعنة لان هي Old World Sandfly والثانية اللي تزومي هي New World فهذا علاش ربطناها بالفراعنة في البطمس المهم انتو عرفتوا الطريقين خلاص فهذه اكتر حاجة وقال لك ايضا ان هي Vector of the Chmeneces يعني في حرارة انو حرارة جي اسمه في البطمس فيبر لكن هذا هو الاجابة الرئيسية لو سألوكم ستقول Vector of the Chmeneces اوكي الفلاي الثالثة نحن اخذينا واحد نين هذه الثالثة الفلاي الثالثة هي اسمه تيتسي فلاي تيتسي فلاي تيتسي فلاي انفصل Glosina palpalis وال Glosina morsitans هم الثالثة يعني زي بعض فكيف ما تبي تسميها تبي تقول Glosina palpalis عالي تبي تقول Glosina morsitans عادي مهم ان اللي هتختارها تقول معها مثلا لو اخترت Glosina palpalis هتقول Vector of the Chmeneces لو اخترت مورسيتانس هتقول Vector of the Chmeneces لو قلت مجرد سيتسي فلاي Glosina يعني مش شرط تخصص اي نوع اوكي فبالنسبة لللوكس متاعها نفس القصة ان الكاركتوريسيكس اللي هم مقايلينهم شوف عندك من المورفولوجي متاعها قالك ان هدا الفيدرز متاعها او الوينغز متاعها فقالك بين الخط التالت هدا والرابع الفينز متاعها دايرك ان هيك صورة مربع فهي الرسم هذه بحنا انتو بالعاجل امتاجينا الصورة هي الصورة في المعمل هيك حجينة حجينة مجسمة يعني مش حجينة تحت المايكروسكوب امتاجيني هيكي كيف بندير زومين على الجنوح متاعها باش نشوف الرسمة هادي خزيه مستحيل كيف هادي هيكي انت تخيل نفسكم تشوف هيكي انتو انا الزومين اللي ندير فيها هو انا مداري زومين وان شاء الله طبعا اوكي بس انت مش حتقدر تدير زومين بعيونك انت بتشوفها هيكي في المسافة هادي طبعا انت بتشوفها في المسافة هادي حتشوف الرسمة متاع الوينجز مش هتشوفها فانت رجب تحفظها او حفظ اوكي حاجة تاني قالك انها اتريستنج بوزيشن يعني انت الفلاي هادي خلاص تجعمز مثلا في امكان الوينجز متاعها يتضبقوا فاق بعض يبدو ايكي كانت متضبقات فاق بعض طبعا هادي مش هنشوفها لان هادي مش حيه بس هوا هادي هادي مش هنشوفها هادي مش هنشوفها هادي مش هنشوفها هم تكون دبانة حيه بس هي تصداد يعني فمش هنشوفها خلاص فحن كيف هنحفظها هي اولا الدبانة الوحيدة اللي موجودة في المجسم هكي بقا اي ثانيا شن اسمها هادا هادا مرشو لا بقا هالممرشو ما اسمها بالانجليزية اسمها glass فالدبانة الوحيدة اللي موجودة تحت ال glass هي الغلوسينا حسنا هم تحجيبكم الدبانة هادي اللي موجودة تحت ال glass ستقولوا هادي الغلوسينا او ما يسمى بتصيد سي فلاي خلاص فالدبانة الموجودة تحت ال glass هاكي هاكي اللي مرش هي الغلوسينا اما بالنسبة الملكل المبويتز هي قلنا لو تبت تحدد اي نوع لازم تحدد اما تريبانوسيما مش هكي تقول غلوسينا بالبالوس وتكتب لازم تحدد اما خلاص بعد ما كاملنا بال فلايس سنبدو بالفليس الفليس لدينا 3 تايبس لدينا ال oriental وقفلي الضغفلي والشيغفلي وصينتفيك نيمز متاعهم oriental وقفلي زينوبسيلا تريبس الضغفلي وشيغفلي وشيغفلي لماذا هنقدرت عليهم الغلوس تشكو هانا غلط هاد الغلوس موجودة عندنا كسلايد في المعمل هناخدوهم من نفسهم من الفلي نفسها تحت الماكسكوب هنشوفوه بالنسبة للشيغفلي فنفيش منها عينة في المعمل ولكن هناخدو clinical case caused by تشيغفلي فهمتو هاد الزلوس هناخدوهم هم بنفسهم هاد هناخدو clinical case هتكون صورة caused by تشيغفلي فنبدو اولا بال oriental وال dogflee شوفو هم واضحات يعني فيه فرق واضح جدا بينهم الزلوس هدو اللي هتستخنوه باش تزبطوا بينهم والباقي هم واضحات شكلهم مميز هم فلي خلينا نبدو اولا بالdogflee فالdogflee هتا قليك فيه حاجه اسمها general comp وpronatal comp شنو ماهدو comp بمعناها مشتري ريت هذيك comp يعني هيك المشتري تبتا هيك هذي اسمه comp زي العزاله ولا شين يقوله لها منعرفش ان تقوله لها هذي اسمه comp فهذا اسمه pronatal comp هك شوفو هك شكله وهذا اسمه general comp اللي هم عباره عن شعيرات يعني شعار طالع منه نفس الشيه هنا واضح هذي اسمه pronatal comp وهذا اسمه general comp هنا او شوف مايبانش واضح لكن فيه حاجه سوى دايك هي مفروض يعني صورة لو جيك وحاجه مواضحة فخلاص هذي موجودة في dogflee مش موجودة في ratflee فهذه الحاجه اللي هتميزو بها بين ال dogflee والratflee لو مثلا شوفتوا الماركسكوب وهذا وصورة الماركسكوب هذي صورناها بالتليفون يعني انتوا حاجهكم هكي واضحة جدا طول هتشوفو هتلقوا ان في general comp وفي pronatal comp هتقولون هذي dogflee طبعا ما يكفيش لتقوله dogflee بس هازم تقوله scientific نيميمتها فتقولوا ان هذي dogflee ايضا تحطوني tenocephalus canine وبعدين السؤال اللي بعده حيسألك مثلا ماركة المبورتنسة انتها فهي تعطي بال اللي هي نوع نوع parasite خدناها قبل ماخدناش في العملي بس مهم هي تمام intermediate host of type اللي يمكنينم فخلاص حان اعرفوا في فلي هذي اول ان هي dogflee فعرفنا ان هي dogflee لانه عندها general comp وعندها ponytail comp طبعا هذي مش لازم تكتبوهم morphological features هذي كل مستخدم ومجالك نيا wingless ما عندهش نوع ثاني مفتح يعني الراس والظهر كل مقعدين في نفس المستوى وعندها long three pairs يعني واحد اين واحد اين واحد اين واحد اين عنده three pairs of legs فهاده المorphological features متاع يلي مش لازم تعرفوهم مش لازم تحفظوهم بس انتو لو سهل عليكم متا باش تزبطوها فخلاص هي قالك نياه مفتحة كلها وصل عهنا ووينجلس ما عندهش نوع وعندها three pairs of long legs ما هو اللي يهمنا ما هي الحاجه اللي نقدر نزبطو بها اللي هي general comb والpronatal comb اللي هي كان dog معناها فاسطة الشعر اوكي dog فاسطة general comb وpronatal اما بالنسبة للrat شوفوا كيف ما فاسطة شي ما فيش general comb ولا في pronatal اوكي هي pronatal هنا ما فيش pronatal ولا في general comb فهيك نقدر نفرقو بينهم فخلاص لو احنا ازبطنا dog flea ازبطنا المركب point inz نمشي للrat flea او ما يسمى بزينوب فحاجين الصورة زي هذي في المعامل هذي هي الصورة طبعا هي هذي نفس الصورة فهمتوا يعني غير مرة جدت هيك على هذي ما رجت على هذي فانتو مفروض في المركسكوب تجيكم لازم تشوفوا الراس ما تدرشتو زبطو من التالي لازم تشوفوا الجزئية هذي من الراس فخلاص شن هتشوفوا فراس طول يعني واضحة ما درش في الله من هيك هتشوفوا انه ما عنده الشعر ما فيش pronatal com خلاص حتقولوا ان هذي oriental rat flea تكتبوا بحدها زينوب سلة وبعدان لازم تقولوا المريكل importance متاها فهذي عندها 2 مريكل importance او يمكن حتى ثلاثة بس انتو رجم تحفظوا اهم اهم يعني فاهم حاجة انه intermediate host of hamile lipis diminuta هذي اختلاها المريكل فالباقفة تعتبر intermediate host of hamile lipis diminuta ثاني اهم مريكل importance نوع vector للتيفس وثالث حاجة نوع vector of plate طبعا انت بتسمي بالاولوية يعني لو طلب منك American importance 1 هتكون هو intermediate host of hamile lipis diminuta لو طلب منك زاص هتقولنا هو vector of typhus لو طلب منك 3 اللي هو مستحيل يعني هتقولنا هو vector of plate بس هو مستحيل يعني هذا خط عليه فبالكتير احفظ زاص فخلاص عرفنا oriental rat flea اللي هو مفستسش شعر شوفوها مفستسش شعر وعندنا dog flea هو اللي يفستس شعر اما بالنسبة لل flea اللي هو اسمه chicle flea قلنا انا ما عندناش عينه في المعمل ولكن هناخد clinical case متاعه فتعالوا نجور clinical cases اسمه tongue cases باهي يعني انتم هجيبو لكم صورة زي هذه فالمرض اللي يسبب فيه اسمه tongue cases عبارة عن شيني عبارة عن ال flea هذه نفسها جين تخش داخل طبعا منظر مقرف جدا تخش داخل الضفر وتخلي posterior part متاعها تخليه على برا وهي تخشج راسها لداخل بعد شيني تبدأ وتطلع في الأجز متاعها يبدأ شيني يعطينا المنظر هدا تشوف هادو كل مأجز هادو هيك الأجز متاعها هادو الأجز خلاص يعني هي الحشرة هي الفلي نفسها قاعدة لداخل ومادة وجهها لداخل ومطلع على posterior part وتطلع في الأجز فانتو رجدكم صورة هادي هتقولوا هادي tongue cases it's an infestation by chicle flea فنجو للحشرة اللي بعدها اللي هي سايميكس لكتليرس اما هي سامة بالبدبق طبعا حشرة معروفة جدا بدت عندنا نحنين اللي بين خوف الأمهات كلهم اللي هو البق فزي ما نعرف ان هو يطلع في الأتات بدت الأماكن اللي فيها اللوح هيكي والأتات اللي جديمة خلونا نجو نشوف المرفرجين طاعة طبعا لو بيجينا حاجين هيك على هيئة مايكروسكوب صورة هتكون في المايكروسكوب هادي كتصور بالتليفون اوكي فأولا قالك ان هو لونه عادة ايكي ماي اللي علبوني ماهوغني اللي هو زي لون الأتات هكي القهوة شوفوا قالك ان هو خلونا نشوفوا صورة واضحة ايوه هنا فقالك ان هي مجزئة والسيجمنتش متاعها واضح جدا لازم تركز فيها دي لان حيجونا وحدات بعدهم يبدو سيجمنتش لكن هيكي درجة خفيفة فعمش حيبان لا اهنا سيجمنتش متاعها يبدو واضح جدا تمام عندها هد الهد هدا طلع من الانتنة الانتنة متاعها مافزتها شي عبارة عن انتنة هيكي ماشي ستايت وخلص حتى هدا يعتبر مرفرجي مهم لانه حيجوه باكس بعدهم حيبدو الانتنة نفزتها حاجة ولا فيها شكل فهادي انتنة متاعها مافيها شي حيطلع منها 3 sets of legs 1 2 3 كل واحدة تطلع زوزي يعني من كل جهة فهوما 6 in total فال legs متاعهم قالك ان هم هيكي عادي ماشيات وبعدان فيهم تانية هنا فهيك رجلين بعين فيهم تانية وفيهم تانية تمام نفس الشيان يشوفها هدو رجلين فاصطهم تانية هنا فاصطهم تانى خلاص هدومة طبعا لحاجة فعملوا بتشوفوا بتشوفوا ان هى أولا لونها جهوه هيكي بعدان هتشوفوا ان هي سجمنتت مجزئة هتشوفوا ان عندها هد الانتنة متاعها مافصتها شي ماشى هيكي في حالها هتشوفوا ال legs متاعها وفيهم تانية ال legs كل واحدة فصتها تانية اوكي خلاص هاد هي بالنسبة لمركال المبارسة كما نعرف نحن البق لا ينقل المرض لكنه ليس نقل المرض ولكنه بنفسه يسبب لنا في السمتوم السمتوم تبدأ تبدأ عندك حقه تقعد يبدأ في انفليمت كوتينيس لجن هذا انفليمت كوتينيس لجن نتيجة عن الحق لأنه جسم يبدأ في كل مكان فبناء على ذلك سيصلك انفليميشن في السمتوم سيكون فيه سليب ديستربانس طبيعي ما اصلا لو السمتوم يبدأ يبدأ فيه سليب ديستورد سيكون فيه سليب ديستورد سيكون في الأيامات فخلص المورفولوجي سنجد فيه سيجمينتيشن نشوف ان الأنتاني نفستها شيء الرجلين نفستهم تانية وبنسبة لمركال بورتنس بناءا عن الانتشن سيصلك انفليميشن او سليب ديستربانس فانت بيسألوك ستقول انه بقيته تمام بعد عنا الحشرة اللي بعد اسمه لاوس فيه ثلاثة انواع عنا البادي لاوس الهيد لاوس والفيثوريس بيوبيس السميسينتيك متاعها بيديكليس هيمانيس كوربروس بيديكليس هيمانيس كابيتس او هادي تسمى بيكريب لاوس نبدأ بأول واحدة اللي هي البادي لاوس او اسمه بيديكليس هيمانيس كوربروس كلمة كوربروس كورب معناه جتة كوربروس معناه كأنها جسم بادي فهدي بادي لاوس لان بادي هادي كوربروس بيلاتيني خلي نقولكم انتوا حتفوتوا الدوة هادي كلها قز المورفولوجيا هادا كلها مش هتحتاجوا خلي نشبه هاركم بحاجة تمام انتوا تعرفوا احنا بالعامية يعني بالليبي امتوا يقولوا واحد جسم ما معناها جسم؟ معناها انسان يتمرن وعضلات و هيكة ولا قز امتوا يقولوا هادا جسم معناها انسان هادا حياته كله جيم وعضلات فهنحنا امتوا بنجون كيف ترون الحشرة هادي بلا انتوا فش نشوفوا فيه فش نتخيلوه قز امتوا ان واحد يكي مدار ايديه فلكسي ويبين في العضلات متاعها انه هيك كلها معضلة قز امتوا هذا واضح هيك ان انسان كلها مسكيلر كلها معضلة هادا هيك تخيلوه كأنها ايد ومدارها فلكس وهادو البايسبس متاعها والترايسبس و هيك كلها معضلة فممتوا بتشوفوا واحدة فستها عضلات حتقولوا ان هذا البودي هذا هيك واحد جسم يعني كل عضلات اوكي فهو هو مثال غبي لكن توها مش وقت غبي ومش غبي توها هادا هيجي في امتحان حتتفكروا هيكي هتلقوا واحد كلها عضلات حتقولوا هادا هو البودي لاوس لانه هو عضلات معناها جسم و جسم معناها بودي فخلاص هادا كلها مش هتحتاجوا باش خلنوا نقوله لكم في الحالتين هقولك ان هي ايلونجيتر يعني هيك طويلة وفلات عندها هنه هيك هادو الداخل فستها هيك يا هادو يعني فيه خشة وطلع فهمتوا يعني مش هيكي مساوية فستها غروفز القابد منحتي هي سيجمنتد لكن السيجمنتيشن متاحة مش واضحة يعني مش زي السيجمنتيشن زي اللي قرأناها هنا شوفوا هاد السيجمنتد واضحة طوانا لك مايبانوش السيجمنتيشن مايبانوش هالب السيجمنتيشن خلاص فموم المرفولوجي بما انه مش لازم تكتبوه مفيش عارش تحفظو فيه خلاص انتو اول ما تشوفوا مش هادو باين عليها ان واحد هادو عضلة بايسبس و تريسبس ووكي فخلاص انتو حتشوفوا صورة على الماركسكوب حتشوفوا عضلات طول حتقولوا ان هادو هي البديلاوس لان هو مدام عضلات معناها الجسم ومدام الجسم معناها هو البديلاوس والاسم طبعا وكتولكم كوربرس لان هي موجودة في الجسم الثانية اسمه كابتس لان هي موجودة في الهد كلمة كابتس كاب معناها الراس كابتس هي هاد وهدي كوربرس هي جسم وهو تقوله طبعا المادقال المادقال المانججرين الأج نحن نجل الـ ما هي الأج هذه الأج هذه الأغ عبارة عن خصلة شعر أتعرف أنها تتبع stays الأج إذن تجد لديك المنفل ح alcanzت شعوره فح تشوفوا الخاصلة لو جدكم الأيغ، ما جيش بروحه حاجيكم لازقة في خاصة شعور هادي ومداما جدتكم لازقة في خاصة شعور فأنتو طول حتتفكروا، خاصلة معناها هد فطول حتتفكروا هادلاوس لكن لازم تكتبوا الهدلاوس يعني تكتبوا الهدلاوس اله هوركمني تكتبوا البدكولوس في معنى السابقات أو تكتب الستاجة اللي هي الأيغ رجلت مصر زايد ستكتبوا headlust particular she minus capitals و ستكتبوا egg فهادي عبارة عن egg متاعها قال انها operaculated ما معنى operaculated أخذناها نكلمة قبل أخف واحدة من الأجز operaculated يعني operaculated to cover with a lid اخذناها قبل it means to cover with a lid علاش لانه واللد هذا بالفعل يعني فيه مغطى وتتنحى وتطلع لفستها فهادي operaculated هيك يشوفوا هذه الصورة متاع الماركسكوب صورناها بالتليفون سترقون هي egg قبل ما تشوفوا operaculated ستتفكر انها headlust او زي ما نقول لكم فها لكن ستشوف ان هي operaculated خلاص ستظبط ان هذه متاع ال headlust اما بالنسبة للأدلت متاعها فهو طبعا الادلت هو كل مشابهات بعض لكن هادي شنفرق بينها وبين قبلها ال body هادي مش معضله يعني توا ال body هادي كل امكانه عضلات 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 توا هادي خلاص مش معضله مش موضوعه هادي مش جسم هادي مش جسم هادي تعتبر على ال head فمش محتاجها عضلات خلاص فهادي هادي هادي لكن هادي طبعا فسته عضلات وهكي تلقوا ايداها متنية لان هي مدام واحد عنده عضلات تلقاه فلكسنج اليوم كلهم دائر فلكسنج لكن هادي مش هتلقاه مدائر فلكسنج ايداها هيك من شارتعات وما فستهاش عضلات ال body متاعها هتلقاه طويل الابد من حتى هو فسته segmentation لكن مش وطحات هلبه فسته و segmentation لكن مش وطحات اوكي هنالكو حتى 3 pairs و فستها antennas الانتناز متاعها طبعا فستهم segmentation مش انتناز واحده بس مش زي ال bad bugs ما نقول تركم السامكس ركزوا في الانتناز متاعها يعني هي تقعد واحده بس ولا هيك الانتناز متاعها لا هادي الانتناز متاعها كيف ندائره اوكي الانتناز متاعها سجمانتد وحتى هادو صارهم segmentation مش معضلات فلا هادو انتو هتتتذكر ان هادو هادي هي ال head loss مش ال body loss اوكي فالمرك الانتناز متاعها انها causes a disease a very important disease called pediculosis capitis حتى وحناخدوه ال disease هذا في ال clinical cases فحتسببنا pediculosis capitis ايضا انها doesn't not act as a vector يعني مش هدير ترانزميشن لأي disease بس هي بنفسها هتسببنا فالسامتناز متاعها عادة ان يكون حكا تقعد كديما تحك في راسك itching يكون في skin inflammation كنت تحك فيها خلاص تمام فتوكملنا هادي body loss وعنا قلنا ال head loss ال head loss اخدانا 2 stages عنا ال egg وعنا ال adult نفسها فلازم انتو تحذوا ام stage ال egg قلنا طول تنزبط لنا حنشوفها خاصة تشعر حنتفكروها بس نزيدو نتفكروها حنالقوا انها upper collated اما بالنسبة لل head loss فكننا انها شبيهة بالفوق طبعا فرق الوان هذه الوانها ليمي وهذه أصفر بس الباقي انها هذه مش معضلة لانها اصلا قاعدة في الرأس مش محتاجة هي مش جسم الجسم مش هو المحتاج عطرات فهذه مش معضلة اخر واحدة عندنا هي الثيروس بيوبس او ما يسمى اسم تاني ليه هي الكرابلاوس الثيروس بيوبس او ما يسمى بالكرابلاوس فحنا شكلها كيف هنفكروه هنفكروه بالاسم ال common name هو الكرابلاوس علشان هنحن شكلها زي الكراب اوكي هذا هو الكراب ام نعرفش الاسم بالعربي كيكاتره هيك زي انها مستر سلطاع ام لأنها مستر سلطاع هذاك ام لنظركم اسمي انها مستر سلطاع لان اسمها سلطاعون هذي المهمة لانه نعرفه في البحر وهي شكلها زيها عدوة كلمة كراب معناها السلطاعون هو شكل اسم غريب ام لان نقوله فيه فهم يمكن يكون له اسم ثاني ومن العمل المهم يضبطوا على شاندوية زي مستر سلطة هداكا بتاع Spongebob فهو شكله زي الكراب فالاندنا نسمي كراب لوس فانتو طول هتشوفوا هذا الميركوسكوبكككشور طول هتزبطوا انه هو شكله زي مستر سلطة فحتقولوا ان هذا الكراب لوس لكن طبعا مش هتقولوا الكامل نام بتاعه هتقولوا في فثيرس Pubis, Crab Louse أو Pubic Louse طبعاستيج هي واحدة بس لأدلت استيج المركة اللي الموكين متاعه انه ما يديرش لا ينقذ أمراض ولكن يسبب في إتشين و سكين انفلميشن فهنا لدينا اللاوسات كلهم يسبب في إتشين و سكين انفلميشن مثل البودي ، زي الهدلاوس مثل الثيروس بيبس فجلس ما قالك انها الشورت انستمبي يعني هي مفتحة و كصيرة شوفها هي كاف مفتحة و كصيرة هي مفتحة و كصيرة وشكلها زي مستر سلطة فهذا سميت كرابلاوس هذا كيف حتتفكره وانتظور هتشوفوها هتقولوا هذي شكلها زي السلطة بعد ما كملنا باللاوس هناخدوا الثيروس بيبس اللي هي ساركوبتيسكيبي طبعا الساركوبتيسكيبي هذي ما شفتش لها سلايد في المعمل فمنعرفش الحق مرات مش مقرر علينا أصلا بس هي موجودة فشيزة الدكتوراه فهناخدها في الحالتين ولكن ما عندها سلايد في المعمل سو مو سلايد لي مش حاجيكم المهم في الحالتين هي سهلة تنحفظ فانتو في الحالتين نحفظها فهي المنفرجة شنية الحاجة اللي حتخلينا نميزوها هي شكلة زي السلحفة بها هي زي السلحفة السلحفة مش عندها هيك زاز رجلين صغار من قدام وزاز من تالي وهذا الرسم تاعها طالع هيك لا هي عندها أربع رجلين قصار من قدام فشفتوها هيك هذا الرسم تاعها هيك زي السلحفة وعندها أربع رجلين من قدام فعوض ما السلحفة عندها هيك زاز من قدام وزاز من تالي وبالرسم تاعها ولا هذي عندها أربع رجلين من قدام فخص هذه الساركوبتيسكيبي كيف حتحفظوها الساركوبيت إذا تبدأ بالأس فهي زي السلحفة فإذا تشوفوا واحدة زي السلحفة لأنها تبدأ بالأس فهي نفسها ساركوبيت إسكيبي وحتى المالك المبورتنز يعني أكتر حاجة تبفيها هي السكيبي It's a disease يعني معروف فإنتوا كلها حتحفظوا حرف الأس فإذا شكلها زي السلحفة هي الساركوبيت إسكيبي المالك المبورتنز متعانا أكوزز a very important disease called scabies Again هذا السلايد متاعها لوجاكم هو مصلاك اللي مش حاجيكم بس لوجاكم كيف حتشوفوا أنها طول حتزبطوا شكلة زي السلحفة هذا الرأس متاعها عندها أربع رجلين كصار من قدام فهذه الساركوبيت إسكيبي وشن سببنا المالك المبورتنز متاعها إنها causes scabies تمام أما بالنسبة بعدها عندنا تيكس هنخش في التيكس التيكس عندنا هارت تيك وعندنا صوفت تيك two types صوفت تيك هارت تيك الهارت تيك اسمه إكزاريز والصوفت تيك اسمه أرنيث الدرور فنبدأ بالإكزاريز شنوه المورفولوجيك المتاعها قال لك فيه زوز حاجات مهمة فاسطة أولا فاسطة حاجة اسمه capitulum اللي هو الرأس متاعها فالرأس متاع اسمه capitulum اللي هو هذا هيك هذا هذا هو الكابتلم ورأس متاعها يعني الفيترز متاعها مميزة هيك كانت زوز لسكين في بعض جايين هذا هو الكابتلم قال لك إن الكابتلم متاعها باين سواء أنا جيت لها من فوق متن تروني في سلايتها مصوراتها من فوق مرات جيني سلايتان تصور من لاطا يعني سواء أنا صورتها من فوق ولا لاطا الكابتلم هذا حيبان الراس حيبان يعني لو أنا جيت الكاميرا جيت للأرثر بوت هذه جيت لها من فوق وصورتها حيبان لو جيت لها من لاطا حتى وهو حيبان فهذا حيبان عن بوث درسل وفنترل فيو عنده حاجة تانية اسمه hard scootum شنه هذي شوفيها الجزئية هذي هذه هي اسمه hard scootum ليه عبارة عن كانت طبقة حيبان فوق الطبقة الاصلي هذي اسمه hard scootum موجودة في الظهر عادة فهذا شنها نفرق بها قالك ان في الفيميل الheart scootum هذي هي نفسها هذي في الفيميل واخده الجزئية الجزء العلوي فقد من الجسم لكن في الميل مغطي الجسم كله فحيني لو القناعة نية واخده الجزء العلوي فقد معناها هذي الفيميل لو القناعة نية مغطية كل شيء معناها هذي الميل فحيني توا هذي شايفين فإنها واخد الجزء العلمي فقط باسم معاناها هادي فيمال ونتبهوا ان الدكتورة قالت السلايد يعني وجدان في معامل الكلم فيمال ما عندهم شمال فانت لو بتكتبوا حتكتبوا اكزوريز هارت تيك فيمال ادلت فيمال طبع تكتبوا استيج لازم ادلت وتكتبوا فيمال لان ما في شمال لان شوفوا مرات هادي تو هادي اوكي الكابيت المواضح لكن انا ما نقدرش نشوف لهو الهارت سكاتم هذا مغطي جزء بسول مغطيها كله فانا كيف حنعف ان هو فيمال او مال فها قلت لكم الدكتورة احفظوها ان السلادات اللي في المعامل كلهم فيمال فاكتبوا فيمال حاجة تانية طبعا هادي مش هادي شابهة جدا باللاوسيز الخدرام شنين الحاجة يتفرق فيه حاجة مهمة جدا ان التكس هادو عندهم اربعة رجلين من كل جهة يعني عندهم فور ساتس وحسنين ثلاثة أربعة واحسنين ثلاثة اربعة مع بعض تمانية عندما نzystع الإخدرام بكل مع была من الادعاني يحيظون Kra걸س مثل حاجة تانية هذه نفس الشيية وحسنين ثلاثة واحسنين ثلاثة بس هادو اول وحدات ناخدوهم فسطهم تمانية فهادي فسطها تمانية الرجلين حتى هذا kontrollم فهذه فاستها ثمانية هذه خاصية مهمة جدا فاستها 8 لقص 1 2 3 4 1 2 3 4 ممكن نجي سلايد حتى تكون سلايد من المعمل لكن مش واضحة هلبة تكون هيك هنا اجابي لكم بوث فيمال ومال بس مستلاك اللي مش حاجبوها لانها مش واضحة الدكتورة قالت فتاجين بتاعها انها مش واضحة فخلاص قلنا نحن هيكون عندها 4 ساتس 1 2 3 4 هذه خاصية جدا مهمة باش نزبطه أصلا طول يمشي تفكيرنا للتك مش هنفكره لفلاوس ولا حاجة هنرى ان فيه 4 رجلين و 4 رجلين يعني تمانية مع بعض هنقول ان هذي تك بعد كيف نفرقه لو هي هارد تك ولا صف تك دعوه نشوفه فخلاص موم قلت لكم من هارد تك هذي فاستها وبعدين فاستها الهارد سكوتم الهارد سكوتم هذا لو كان مغطي جزئية الانتيرير بس فهو فيمال لو مغطي الجزئية كله فهو المال لكن في الحالتين تكتورك قلت ان السلائدات اللي في المعمل كلهم فيمال فانت حتوكت ونه فيمال اللي بعض عندنا الصف تك او ما يسمى ايضا صف تك او ما يسمى ايضا فالمورفوليجي متاعها شال فرق بينه وبين اللي قبلها اولا هنه نفس الشين هي عندها 4 ستها 1 2 3 4 5 6 7 8 عندها ثمانية رجل يعني 4 ست هذي ست هذي ست هذي ست هذي ست هذي ست فان البدجيل هذه المحرana يمكنت ان هذه اليجيل معي وهذه السمح here او ventral واقعcera درخنا احبت اىян احنا من البدج epic قص او ما يوجد لكن التجيل من البدج متقطه من كنت هذي هذه المحرس في البدج و كل البدج انه لا اروض Ukraine وكتب اسمع هذا او الهد يعني الهد متغطي الوطا تاني حاجة الهد هانا يقال لك منفيش سكوتم هانا فيه ولا هانا سواء مال ولا فيه مال هاد هي السكوتم اوكي بس هانا يقال لك انه مفيش سكوتم هيك عبارة عن ظهر هيك يكل على بعض مفيش سكوتم فهذا الفرق بين صفتك والهارد تيك رقم واحد انه هو مفيش سكوتم رقمين الكابتلم اللي هو الراس ما يبانش في البوستيري سيرفاس يبان من فنترل بس هذا هو الصغير عكس الهارد تيك يلي هو يبان في الحال تان سواء قلبته هيك ولا هيك الكابتلم متاع حيقعد باين فهذه الصورة في الميكروسكوب واضحة اولا حنعدو ان حنلقو انه فيه 1 2 3 4 5 6 7 8 طول حنقولو انه هذه التيك بعدين كيف نفرقو لو هي الصوفت تيك والهارد تيك بالمواصفات اللي قلت لكم على العام هانا اذا اوضح حاجة الكابتلم متاع ولو كانت هارد تيك حنلقو انه الرأس متاع هيك باين بس هذي بما ان انا مصورينها من فوق من البوستيري سيرفاس فهي الرأس متاعها متغطة هنا ما يبانش فهذه هي الصوفت تيك بالنسبة الامريكام بورتنس متاع فهي فيكتر اوف سبوتت فيفر هذي النامبر وان نمبر تو هتقولني فيكتر اوف كي فيفر المكتوبات والاخضر هم الاهميات نمبر ثري فيكتر اوف اندامك ولابسين فيفر مهم انتو تحفظوا الزوز بركات يعني ما يجلي يسألوا في واحدة لو كتروا ميكي ضاقت منهم مسائل اثنين خلاص بس لاته مستحيل هذه فمهم فيكتر اوف بكتر اوف وكتر اوف كي فيفر ليس ستجيكم حشرة الجسم كبير إلا السبايدر فالسبايدر لدينا نوع واحد سترونه في الشيط النظري والعملي الزوز والدكتورة حتى البلاك ويدو سبايدر لكن هذا لا يوجد عينة في المعمل وهي الدكتورة نفسها مجايلة قالت ان هذا لا يوجد عينة فهذا ستجيكم ستكون براون سبايدر فالمرفولج لا يوجد عبارة عن سبايدر لديه 8 نجلان ورونة جاهوة هو اسمه براون سبايدر ممكن تكتبوا الاسم هو مش ممكن هو انتو هتكتبوا الاسم السينتفك بتاعها اللي هو ستكتبوا لوكزو سلس اما بالنسبة لمرفولج فهو يسبب في نكرواتيك كوتينيس ليجين يعني البيزن سيخش في الجسم وبعدين سيبدأ يدير في نكروسيس في السكن فهذا اسمه نكرواتيك كوتينيس ليجين بايدر فانم ستكتب حجيك عن كبوتا من غير ما تفكر هو خير واحد بس براون سبايدر وهو باش نسهل عليك هو لونة حيكون براون أصلا فانتا هتشوف عن كبوت جسم متاعك كبير و لونة براون حتقول هدا براون سبايدر مارك الامبورتنس قولنا كوز نيكرواتيك كوتينيس ليجين عندنا ايضا هذا البلاك ويدو سبايدر موجود في شيتات الدكتورة لكن هي قالت انه مفيش مفيش سلايد يعني ولا مجسم ولا حاجه بس هو يعني عبارة عن ايكي لونة أسود و فاسطة ايكي ود ريجل يعني علامة تقعد حمرة واضحة يعني متتكون تحت ماركسكوب في البوستيريو هنا يبدأ عنده علامة حمرة هو كله أسود بس انوازية مش كاعدة اخر حاجة واخيرا اخر حاجة اللي هي اسكوربيين اسكوربيين اللي بالعربي اسمه العقرب فخلاص مفيش مورفورجي يعني انتو طول هتشوفوه واضحة عقرب تلقوه هيكي طويل ومطلع هيكي ايدان اوكي تلقو عنده ومطلع الايدان متاعه وعنده الرجلان 1 3 4 5 6 3 3 من هنا ومطلع الايدان متاعه وعنده الذان فهدا هو العقرب او ما يسمى بسكوربيين بالنسبة لمركال امبويتنس متاعه فهو حتى هو عنده زي بويزن فلو دارلك بايت حيسببلك انافلاكتك شوك ممكن حتى تؤدي الى الموت بدأت لو كانت هدي عنده يعني نسبة توكسن بزياده حتسبب لنا بين هدا في الاكيد بس انافلاكتك شوك تعتمد على قداش عنده منسم فهدا مدك الامبويتنس في المكان ياللي حتعضك فيه حدير السيفير بين وممكن حتى تؤدي الى انافلاكتك شوك هدا اسمه سكوربيين ما يسمى بالعقرب ففي المعمل فيه هيكي فيه مجسم فلو جدتكم حاجيكم مجسم هكي واضحة هدا طويل وعند هيدان هتقول ان هو عقب اوكي عندنا اول كينيكو كيسس وفيه وحدات دوان علامة بس جماعتم يكونوا في الاخير عندنا اول كينيكو كيس اللي هي تطلع من الراس اوكي خلي نولي لكم باش حتى تحكروها اوكي هاد هي هاد هي هاد هي الدودة تمام هاد هي سكوروان مرد تكبر فراس وكلها تبدأ تطلع هاد هي نفسها فهاد هي الكينيكو مانفستيشن ستببنا في حاجة اوكي هاد ستببنا في كوكليوميا حيمونوفوريجس لاذر اسماها مياسس لديها ماركسس مياسسة تببع ممكن يكونوا في الواقعأ lore زي��انيز خالفAdd Ferme تقول ماييسيس كاست باي سكوروورم تكتب كوكليومياء هيمينوفوركس لارفا تمام عدنا الساكن عدنا الساكن كلايكال مانفستيشن الليوى الليم ديزيز الليم ديزيز هذا يسبب فيه الهارد تيك كيف خدرات دوه هذا هو الهارد تيك اوك هذا هو الهارد تيك في الهارد تيك هذا متى يدير بايت حديرنا زي سكين الارجي اسمه ما هي المواصفات المتاعه؟ قالك انه حيكون فيه احمرار في المكان اللي دارت فيه البيت وحيكون فيه احمرار في المنطقة المجاورة يعني شنية حيكون فيه احمرار بعدين normal skin بعدين احمرار تاني فهمتوا كأن هناك حلقة وبعدين هذا مفاسطة شيء بعدين حلقة تانية فهذا اسمه ليم ديزيز انت تلقى patient ممكن يجيه في اي امكان يعني في امكاني اللي جرساتك فيه هتلقى ان فيه احمرار هنا بعدين skin هدي كلها مفاسطة شيء بعدين فيه حلقة حمره هدا اسمه Lyme disease اوكي clinical manifestation حاجه caused by pediculus capitis او ما يسمى بالهدلاوس لو زي القمر يعني اللي يجيه في الراس هو مش للهدلاوس هداك اللايس فهدا يطلع هيك كلها حاجات بيض هادو شنو ما البيض هادو الاجز متاعها يعني هي بتطلع الاجز متاعها فتلقوا الشعر هيك كلها تلقاه ابيض هادو الاجز متاع ال pediculus capitis اوكي فال pediculus هادي خلي نرجع له كل حاجة نرجع له خلاص بيش بيش متنسوهاش اوكي هادية هادية ال headlust هادية ال headlust هادية ممكن تمشي للهير قلنا تمشي للهير وتطلع الاجز متاعها فحيجينا بالمنظر هاد تلقوا واحد يكي الهير متاعها كلها ما نفستد هذا عندها pediculus capitis هادلاوس وهتقوله يعني شن هي هاد اسمه هادلاوس هتقوله تكوز با pediculus يمعنى اسcapitis eggs الهيجز هم اللي سببوا هاد كلها أوكي طبعا السكيبيز عندنا زراز حالات عندنا نوروجيان إتش وعندنا السكيبيز كوز با the adult sarcoptes شن فرق بينهم هوا نفسها السكيبيز هاده 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 طبعا زي ما انتوا شايفين هذا سيكون في الناس المعارض المزمنة الناس الذين يكون لديهم أمراض مزمنة الناس الذين يكونوا المعارض المزمنة سيكون لديهم مزمنة لدرجة أنه سيكون لا يوجد جسم طبيعي عكسي لديها حساسية لكن تستطيع أن تفرق أن هناك أجزاء جسم طبيعي لكن هذا لو توري مزمنة يتحول تماما الجسم نوريجين إتش لأنه أول حالة اكتشفها في نورويج فالسكيبيز يمكن أن تكون هناك مزمنة يمكن أن يسيبنا حالة سيقول أيضا نفس اسم سيقول سكيبيز لكن لو جئتنا عيدة بالكامل تحولت أو رجل بالكامل تحول شكلها سيكون اسم نورويجين إتش و يجب أن تقول سيكون سكيبيز سيكون سكين كراستيج سيكون مرفولوجيك يعني هذا المخصص سيكون سكين كراستيج سيكون سيكون في الفيديو قالت سيكون سكيبيز سيكون 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 وعندنا اخر شيء من نيكوزاسي الذي يسبب العقرب هذا العقرب على حسب نسبة اسم اسم سم هيموليتك و سم هيموليتك يعني يكسر الدم و سم يكسر الدم يعني اول ما العقرب يحدث و السم ينتشر في الجسم كلها يكسر الدم يكسر الدم اوكي هيك نكون وكملنا جزئية عمل الارث ربوت اللي هو اخر عملي في البارسيتولوجي طالة تكونوا فهمتم مني لو في اي استفسارات او حاجة مفهمتوهاش او مرات اللي خبطت في حاجة مرات كتبت حاجة غلطية ريت تبعتولي وطالة رب يوفقوا